اشتركوا في القناة لا علم لما يتبع ذلك يا عقيد الكل شاهد مرأة وأنت سأشهد بمرأيت لقد كانوا وقفين قرب النهر يتحدثان لكنوا وقفتهم لم تكن بريئا بل مخجل توحي بأنهم عشقان وقد كان هذا الرجل عاري الصدر ولو لما اتدخل في اللحظة مناسبة الله وحده يعلم أي إثم كان سيرتكب هل كنت مع الشهودي في نفس المكان؟ أقصد هل كنت معهم في نفس الجهة؟ كنت أبعد عن الباكر تفعدني حمياتي وفضولي الاقترابي من هم ماذا كنتم تفحرون جميعا بعيدا عن عملكم في اليوم نفسه وفي الساحة نفسها وفي المكان نفسه؟ عقيل اللي جمعنا عقيل هل كان عمر ممسكا بيدي هند؟ هل كان عمر ممسكا بيدي هند؟ قد كان يمسك بطرفي شاليها أوضح جزاك الله خيرا كان يمسك بطرفي شاليها فحسب طيقنت من هذا قد كنت واقفا في مكان الأقرب بينما رأى الشهود المشهد من خلف ظهر عمر دعك من الشهود أنت ماذا رأيت؟ أخبرتكم رأيت الحقيقة إذن؟ حين اقتربت أصبحت لديك الفرصة لترى الأمور على حقيقتها قد كان يقبل طرف شاليها ويتشممه كعاشق متين منذ متى يعرفها ويلطقيه؟ هذا بحث يحتاج إلى اكتمال الأركان إن ظهرت هند تسى ويسأل عمر المهم أننا رأيناهما معا كنتم في آثارهما فرصدتم لهم لتوقعوا بهما في الفضيحة لا لرد الفحشة وليس لإقامة شرعنا بعد الذي سمعت تبرئهما؟ شهادة شهود لم يأتي أي منهما فحشة التي توجب الحد من لهم الحق عليكم بعدما اتهمتموهما بما نمي فعلا رجل يختلي بامرأة في مكان منعزل ليس مكانا منعزلا بل مكان يقصده المارة في البر والماء كيف يكون منعزلا ويمر به في نفس اليوم في نفس اللحظة نساج وحداد وأجير دكان أقول لك كان عاريا عاريا الصدر وصدر الرجل ليس بعونه إذن تبيح وجود رجل مع امرأة في مكان منعزل؟ لا أبيح ذلك لا أبيحه وانفراضهما معا دم مستقبح يستوجب التوبة ولكني لا أسميه زلم ولا أسميه فاحشا ومرجعي كلام الله ولا فصل فيه